اشتركوا في القناة تعمل حسابه خالص وكان دقنه طويلة ولبسه مبهدل طب كنت ألبس أو أستحمى يعني وأكيد فيه يا نهر يسوي تاني مقطع معنا كان الفنان أحمد حلمي بيتكلم إزاي راح تقدم للفنانة مونة زكي وباباها قال له أنا هسافر لمدة سنة هسيبك تجمع تمن الشقة والشابكة إحنا نتعب وأنتو تتجاوزوا عالجهز معلنا على فكرة بقى هو قدر يجمع تمن الشقة والشابكة وتجاوز وتم تتجاوز على خير وربنا يوفقك أنا بععد سنة وبرجع بعد السنة دي بقول لي عملتين من المقاطع اللي كانت ترند قوي الفنان أحمد حلمي كان بيلعب مع الفنانة إسعاد يونس لعبة بلالين الهليم مساء الخير مساء الفل أول خبر مش ترند معنا النهاردة هو أغنية الفنانة ساميرة سعيد قط وفار زينا كده الأغنية عاملة لغاية دلوقتي أكتر من 2 مليون و200 ألف مشاهدة الأغنية برغم أن هي كلمات جميلة جدا وفي لوب جديد قوي لساميرة سعيد والألحان كمان حلوة والناس عجبتها قوي الأغنية بس مش ترند تاني خبر ترند معنا النهاردة للأسبوع التاني على التوالي هو قوضة اللبس ومش هسألك المراضي قوضة لبس من دي يا طارق كابتن أحمد ميدو كابتن أحمد ميدو عمل مدخلة تليفونية مع المستشار مرتضى منصور والمستشار تورك ألشيخ وكانوا بيتكلموا عن هروب المدرب الزمالك كارتيرون وعمل عقد جديد مع التعاون السعودي والمستشار مرتضى منصور وصف ده بالخيانة انزل بالترجمة رمضان صبحي كارتيرون يا طارد استثمار رياضي ولا استهداف للرياضة المصرية اكتبونا في الكومنتات الخبر التاني لمشترند معنا النهاردة هو عن كاتب الأغاني والمسلسلات وأفلام السينما مزيع الراديو والتليفزيون عن الكاتب عمر طاهر عمر طاهر كتب عنه 36 كاتب كتاب اسمه الألفة الكتاب موجود مجاناً على الانترنت والطبع منه عدد محدود من النسخ الكتاب بالرغم انه جميل جداً وكسر قاعدة ان عدوك ابن كارك إلا لانه لغاية النهاردة مشترند تالت خبر ترند معنا النهاردة هو للإعلامي عمر قديب هو بيعلق على فيديو لليوتيوبرز أحمد حسن وزينم وهم عاملين مقلب في بنتكم ايه هو المقلب؟ هقولك مومتها لبست باروكا مخيفة جداً وعملت ميكاب غامق جداً وبدأت تروح لبنتها عشان تشوف هي تعرفها ولا لا للأسف البنت خافت جداً منها وكان في رد فعل من المجلس القومي للأمومة والطفولة قدموا بلاغ للنائب العام وهم فعلاً خدوا أربعة يام على زمة التحقيق بدون تعليق أكبر من أي ترند وعمرها ما هتبقى مش ترند لبيروت من قلبي سلام لبيروت الإعلامي حاتم إناوي ومع مجموعة من المتطوعين المصريين سفروا لبنان عشان يزيلوا أثار الانفجار اللي حصل هناك الموضوع ده كان محطة أنزار العالم كله وكل اللبنانيين فرحوا بيه وإحنا كمان فرحنا بيهم كمان يا طارق حاتم إناوي وكل المتطوعين اللي معاه اتعرضوا 3 مرات لاختبار كورونا وده طبعا مجاسفة منهم بصحتهم حاجة تحترم جدا الحقيقة عاشر الجالة وبما أنه مقالش رأيه في صوتي فأكتبوا لي انتو في الكومنتات كان صوتي حلو ولا وحش إن شاء الله معكم حلقة جديدة الأسبوع الجاي من ترند ومش ترند مين الترند الموارك الجاية؟ أنا الترند وانتي مش ترند أكتبونا في الكومنس عايزين من ترند ومين مش ترند